تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 622 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 825 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط 33 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط 725 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي فتمضبط 60 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 904 قضايا من بينها 237 قضية قضية خبز ناقص الوزن و248 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر